السلام عليكم كما اشتركوا بالعنوان جبت لكم أفضل كيت بلوتود اللي يدوروا في الفئة السعرية تحت 100 درهم سنجربهم كاملين وكل واحدا نقول لكم تقييم ديالي لها وش كلك تستحق الشراء ولا لا تقريبا عندي هنا واحد ديوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة ديالي كيت مختلفين كما أقول لكم تحت 100 درهم كين الكوبي كين اللين برانديين جمعت كل شي حكم الجربة ديالتي في السوق شفت اللي مشي ولي كيتقضى الناس وكيعطون عليه يعني آراء زويني بلي رادو زويني نادو كده فهنا ملاحظة قبل ما نبدو تقييم ديالي لها دي سماعة هذه بلوتود غادي يكون بناءا على مقارنة سماعة مع التامن ديالها ماشي غادي نقارن سماعة دائرة 100 درهم ولا 150 درهم مع سماعة دائرة 500 درهم أولوات 3000 درهم وحاجة أخرى نوضحها لكم بخصوص الكوبي الكوبي رما عمرو سيكون بحال أوريجينال ولكن من طبيعة الحال ما يمكنش لكل شي يشري الأوريجينال فكين كوبي اللي يستحق الشراء إلا كنت عندك ميزانية محدودة عادي تشري الكوبي وتقضي بها الغارة باش ننوضحها يلا نبدأ نرجع لكم من جديد نقلب وقت نوقفها هكا نبدأ بهذه هذه كوبي ديال الأبل أو ديال سماعة أبل جيل ثالث الأبل تروى أو الـ Airpods اللي هي كما تشوفوا نفتحوها ونشوفوا كده أول حاجة البعطة ديال العلبة كيبان مخدوم وعند كفيتها القارنطي شي حاجة اللي ناضية كيتة ديال ميو ستندرهم ديالة ميو ستندرهم مطابق الحال ممكن يكون في بعض المحالات يبيعها أكثر بميو ستندرهم هلوها هلو شكل ديالة كما تشوفوا كنتجربتها ديالة في المحل كتفتحها هكا كتطلع لك في الايفون بحل أوريجينال كتبقى مورك على البوتونة حتى تخدم لك مع الايفون دابة الايفون كنتصور بذيال من الفوق فغادي نخدمها مع تليفون اندرويد باش نستعروا الصوت ها طلعت سمية ديالة في البلوتود تكونكتت باتري 100% أزونا فلودة خفيفة وقصية وراء تشوفوا دابة الصوت الصوت ديالة مجيد صراحة ولكن تشوفوا بحل ما ننقيش مزيان منطبع كمقارنة مع التمن ديالة سمعة فرع عادي جدا فالتقييم ديالة المقارنة مع التمن ديالة هو 160 درهم وقال لديها توفرها ب160 درهم ممكن في بعض المحلات تتباع بكتر بالمناسبة اللي بغي ياخد عنا اللي بغي يتخذى عنا في المحل فينزكام فرعه دوكام اللين متوفرين عنا واشياء اخرين النمرة ديال المحل فين كاين مهم رجعوا لتقييم ديالة السماعة هذي غادي نعطيها سبعة على عشرة بالمقارنة مع 160 درهم هيدو هذي دزول الاخرى برو تسعود برو ناين هذي سماعتها معروفة في السوق تعتمدها حاليا 160 درهم تقريبا كاي اللي كايبع اكتر 160 درهم تاعي انتي سيوا نشوف كذايرا نفس الشكل ديالة تقريبا غير هي طويلة ولكن ماشي بنفس الديزاين ها ماشي بنفس الديزاين هذي شكل اخر هذي شكل ديالة سماعة صار حتى مريحة في الودن وخا طويلة ولكن تاعي مريحة في الودن جاتني مريحة حصل من هذي هذي بحالة جاتني كبيرة واحد يوفدني هذي انا جاتني مزيان حصل من هذي نشوفو هاش مشارجيه تاعيان تستيوها طعطلعت هذي ما طلعش ليه في البلوتود ضغيه هذي البرو تسعود ما طلعش ليه في البلوتود كانت انه ما مشارجيه سوف نشارجيها ونكملوه فين نتليناها اغلبية ديال البلوتود اللي تحت الميتين درام اغلبية كلقوه ما نشارجيه كلقوه من دي شارجيه يعني كستشتاء انك اتخذها البار و تشارجيه مزيان هتخدم بها مع لناش انا خليتها دبا تشارجيه ونكملوه اخرين ونبعد ارجعن كيستيو الصوت ديال البرو تسعود قليها ههنا ندوزو دابا الابل دو هذه اللي تجيب جلادي كوب بي هاي كوب بي ديال الابل دو هذه ديجا فتحتها هذا هو شكل ديالها ايربودز برو اسمية دياله في البلوتود هذه التعيارة تطلع في الابل في الايفون ماشي في الابل كتفتحها تطلع في الايفون تتعيار باتري مية في المية هتجلادي هادو كيضيرون جوني انا ما عنديش مع الكيت اللي فيهم جلادي دبا كنسمع الصوت ديالي بشوية ما عرش اش كان عدار بجال او بشوية شوفوا الصوت صوت دياله عم زيان صراحة صوت دياله عم سمع مزيان ولكن كنحس بهم بحل أزامتي اللي يودني معنا ممو اللفش جلادي ربما اللي ملفين جلادي عارفين بي كيديرو هكاك ما علينش صوت دياله كيبقى مزيان بالمقارنة مع الثامن تعيارة متوفرة بميو ستين درهم تقييم ديالي لها هادي جاتني في الصوت قل منها شوي يعني هادي نعطيهها سبعة ونص على عشرة هادي في الصوت سبعة ونص على عشرة ندوزول اللي تابعه اوه ايتيل ايتيل تي وان نيو تعدي متوفرة بميو خمسين درهم شوفوا الصوت دياله كيديير اللي بواط باعدة زوينة مستيليا وكتبا انيقة دورة ولكن الماطاريال باش مخدومة ما كيبانش شي كالة تيالي يعني وعرة شوفوا الصوت كيديير شوفوا الصوت ديالي عم جيد اوه ولكن في شوية ديالة شعش منين تزيد الفوليم اللي بفان كتحسب حالة الصوت مخشخش واحد شوية واحد شوية ماشية يعني الدرجة الكبيرة ما غداش تردلي البال مزياني لما كنت كتدقق في الصوت بالنسبة للفوليم عالي صوت ديالة مجد جاني مجد من هدو كتر من هدو كامل اللي دازو الوقت ما قلتك مني كتفوصلوا اللفان كتحسب بحالة مخشخش واحد شوية ما علناش تقييم ديالي اليوم غدا نعطيهم ستا ونص على عشرق دزول اللي تابعهم اللي تابعهم اللي تابعهم الإبوغا إبوغا الواقع الاشتراكي الاشتراكي البيناف الانهي البيناف هادي نفس الشكل نفس الديزاين تاي موري حفلو دين صراحة تاي بحال هدو كامل اللي جرفت فاشكت حيدامن ودنيك ما كايحبس الصوت كي يبقى خدام تشوفوا إلا درناه في البوات واش غيبقى خدام اللي غادي يحبس نزال خدام على الخاصية هذي كتكونها في ليكيت الغالية بالنسبة للصوت دياله بالمقارنة مع التمن مع هذه التمن دياله مرتفع على هذه التمن دياله تقريباً غادي يلقى بميتين درام في السوق ميتين درام وعدي نعطيها سبعة لعشرة في الصوت الصوت دياله تايم جيد ندزل لتبعه ها هو دقام هو دقام ناشيري هو دقام موديل بي ميتين ترى كتجيب بحل شكل ديال الابل ده بجلاله بحل هادي بحل هاد الهاي كوبي هادي ترى هادي كوبي ولكن هادي مبراندية عند اسمية اللي هي هو دقام بي ميتين شوفوا الصوت كي دير كان الصوت مجهد فرقعت لي ودني هادي اعلى صوت في هادي وكاملين هي هادي بالنسبة للجهد بالنسبة للنقاء نشوف الصوت دياله زوين زوين صراحة بمقارنة مع التامان الصوت دياله زوين الصوت ديالك تراح ما بين مية وستين درهم ومية درهم فهذا الحدود هادي فاشتقدروا تلقاوه الصوت ديالك يبقى زوين ومجهد اللي عزيز عليه الفوليم مجهد ومعاجل هادي ما يسمع تشي واحد تشي حس شي مخلاق في جنبه يدير هادي ها وتسمعوه لو ما زاله في جنبك فغضي نعطيها سبعة فاصيلة ثمانية على عشرة كأعلى تنقيت حاليا وندزول الأخرى اللي تابعها اوكي اه عادي ديال الطروة الابل طروة كوبي ديال الابل ديال الاخر حال هادي نفس الشكل زوينة صارحة الكاليتة ديال بواطة بحال الأخرى من نفس البراند شوفوا ده بس الصوت عادي بحال الأخرى جاتني كبيرة فودني شوية انا كي نفضل هادي النوع الاخر ما علناش هذا رأيي شخصي بالجهة تقول لها فانتاوا ما كتحسش بمفيلتري مزيان لقرتها مع هادي اللي بحالها نفس الشكل كتبقى هادي افضل افضل من هادي من ناحية ديال الفوليوم مجهد ومن ناحية ديال الصوت مفيلتري وحتى البيز جاتني مزيانة فغادي نعطيبها ثلاثين على هادي سبعة وقيلة ثلاثين نعطوها سبعة ونص على عشرة تقييم كامل ها تقييمات كاملين فرأيي شخصي انا بالنسبة لي في هادي الكيت ممكن يكون شي واحد يجرب الكيت كتر مني يكون عنده رأي اخر عادي جدا اللي مجرب شي كيت بلوتود من هادو من قبل اللي يعطينا الرأي دياله باش الناس الاخرين يستافدو اللي عندون بي جي قل من مئتين درهم وبغيها تشوه احدا من هاد الكيت بلوتود اللي يجرب بتاعبه فالفيديو انا درته بغرض انهكم تستافدو وتعرفوا الكيت بلوتود اللي كانت في الصق كان مجموعة اخرى من الكيت بلوتود من غير هادو ولكن هادو هذا هو ماللي بانولي الكالاتي ديالهم شوية يعني تستاحق من خلال جريبة ديالتي مؤخرا تا قلت يكم الله يعاون وتفكرت باللي ما زال ما دوزت البرو تسعود اللي درناها تشارجة تستيوها دابا ونشوفو كيدايرا مع الاسف هادو بيت سعود برو البرو تسعود ما بغش تكون اكساريا ما عارفوه كين مشكل واشف هاد البي اس اي اللي يجبت ما عالي نشرها الالكترون كامل وخيكون اوريجينال وخيكون غالي ممكن انك تلقى فيها مرة مرة واحد البياسة ولا يجوج مختامينش خطأ مصناعي فنتمنى الفيديو يكون فادكم واشنالو تبغيوا مرة جاية نجيب لكم ندير لكم عليها مقارنة الاسمارتواتش بلوتود فوق 300 درهم اولا 500 درهم المهم خلولي افلي كومنتر مانتساش تدير لايك الفيديو اشترك افع على الجرس باش دي ما تفصل بجديد في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة